صباح الخير ليلى سعاد صباحك وصباحك يا رب كيفك اليوم تمام الحمد لله انت كيفك تمام روائي سعاد صباحك وصباح الخير لكل مشاهدينا وينما كانوا عم يحضرونا نهار جديد ان شاء الله يا رب هالنهار يحمل معه كل الخير لكم والصحة والرزق بكل المجالات وتوفيق اكيد اليوم نهاية الاسبوع هذا اليوم هيك منستعد فيه لبكرة اليوم العطلة يكون عندنا هيك شوية فعالية صح شوية هذا الاسبوع درجات الحرارة مرتفعة عن الاسبوع الماضي ولكن كمان هيك منتمنى نقدر نعمل فيه شيء واليوم مثل العادة رح نكون معكم بساعة وربع من الوقات مع ضيوف اختصاصي من المجالات متعددة رح نحكي اكتر عن تفاصيل طبعا فقراتنا ولكن بعد ما نبلش وأكيد بدي يرجع صباح لليلة ويسعاد صباحك يسعاد صباحك جديد يا سلمة صباح الخير لإليك ولي كل الاشخاص اللي عم يحضرونا نهار جديد يا رب يحملكون الخير الصحة الرزق وراحة البال وأيضا تحقيق الأمان مشاهدينا مشوارنا الصباح يبلش بفقراته العديدة والمتنوعة وكتير من المواضيع اليوم رح نترافق فيها مع ضيوفنا الاختصاصيين وأيضا باقى من التقارير ومحور فقراتنا لليوم رح نحكي عن انتهاب المفاصل التنكسي وأيضا رح نحكي عن علاقة النفسية أو النفس بالجسد يعني اليوم الصحة النفسية قديش بتأثر على الجسد على المشاكل الجسدية وأيضا رح نحكي عن الديكور وأبرز التصاميم الديكور في الأثاس المنزلي كل هالمواضيع رح نناقشها اليوم مع ضيوفنا لكن بالبداية رح نصبح عليكم بغنية ونرجع ورح نبلش يا ليلى وبعد ما صبحنا على مشاهدينا بهالغنية حروح لنتعرف سواء على بعض المعلومات الجديدة والغريبة واللي يمكن لأول مرة نتعرف عليها وحطت لنا ياها طبعا زميلتنا هزار مثل العادة بهالتعلم هل تعلم أن مرونة عدسة العين الطبيعية تقل بعد السن الأربعين تدريجيا حتى تختفي تماما في سن 55 عام إذا يحتاج كبار السن لزيادة مقاس العدسة الموجبة بعد السن الأربعين لرؤية الأشياء القريبة بصورة أفضل وهل تعلم بأن الشاي مفيد لصحة الفام واللسة فهو يحوي على الفلورايد الذي يحمي الأسنان هل تعلم بأن حفنة من اللوز تزين حوالي 25 جرام توفر للإنسان حوالي 12% من البروتينات اللازمة لصحته اليومية وحوالي 35% من الفيتامين إي و25 جرام من الكاليسيوم وهل تعلم بأن الثوم والبصل علاج شاف لكثير من الأمراض حيث أنهما يحتويان على مركبات السليفايد الكبريت هذه المركبات تعمل على إبعاد خطر الجلطة الدموية كما أنها تخفض من مستوى الكوليسترول في الدم أخيرا هل تعلم بأن زيت الزيتون يرفع نسبة الكوليسترول المفيد في الدم ويخفض نسبة الضر أم مهلا سلمة رح نتعرف على فوائد الدراء كنت عم بسألك تحت الهواء بتحبي الدراء من قطيب الفوائك هي طيبة بس من قطيب الفوائك الدراء والبطيخ تماما وكمان إلى كتير فوائد رح نتعرف على فوائد الدراء اللي هو من الفاكهة الصيفية غنية بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية اللي بتساعد على عمليات الهضم وأيضا بتحسن صحة الجهاز الهضمي رح نتعرف أكتر على فوائد الدراء بهذه المادة الدراق ينتمي الدراق إلى الفواكه ذات النواة الحجرية أصلها شمال غرب الصين بتعد مصدر غني للألياف ومجموعة من المغذيات المفيدة جدا لصحة جسم والبشرة فوائد الدراق فوائد الدراق للجمال والصحة وفقا لدراسة أجرتها جامعة في تكساس تبين أن الفواكه ذات النواة الحجرية كالكراز التمر الخوخ والدراق لها فوائد عديدة تعود على الصحة منها الوقاية من السمنة ومجموعة أمراض متلازمة الأيد كالسكري وأمراض القلب وتبين الدراسة بأن الفواكه ذات النواة الحجرية تحتوي على مجموعة من المواد النشيطة التي تعمل كمضادات للأكسادة قوية في محاربة الالتهابات السمنة ارتفاع الكوليسترول الدهنيات أمراض القلب والشرايين الدراق في مكافحة السرطان يعتبر الدراق مصدر عالي للفيتامين سي الذي عند تناوله بكميات كافية يساهم في مكافحة الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى تلف الخلايا والحمض نووي وبالتالي مكافحة السرطان وتشكل الأورام الدراق والسكري أظهرت الدراسات أن مرضى السكري من نوع الأول الذين يستهلكون الأطعم الغنية بالألياف كالدراق لديها مستويات أقل من السكر في الدم بينما كان يظهر مرضى السكري من النوع الثاني تحصن في نسبة السكر في الدم والدهون ومستويات الأنسولين صحة العيون تناول الفواكه كالدراق الغنية بمضادات الأكساد الهامة كالفيتامين A والفيتامين C يعتبر مفيد جداً في مكافحة المشاكل المرتبطة بصحة العيون فهو يقلل من خطر مشكلة الضمور البقعي المرتبطة بالتقدم في السن أخيراً صحة القلب والشرائين محتوى الدراق المميز بمجموعة من المغذيات قد يجعل له دور كبير في الحفاظ على صحة القلب والشرائين عند تناوله بانتظام فهو مصدر للألياف الغذائية التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول والدهون في الدم وتعزز صحة القلب والشرائين وتقي من خطر الجلطات والسكتات الدماغية لحن نروح لأولى فقراتنا ليلى وهي الفقرة الطبية ورح نحكي فيها عن التهاب المفاصل التنكسي أو الفصال العظمي ويعتبر من أكثر أنواع الأمراض شيوعا وهو مرض مزمن يصيب المفاصل نتيجة لتآكل وضعف الغذاريف التي تحمي المفاصل مما يؤدي مع الوقت لاحتكاك ببعض البعض تماما يا سلمة والتهاب المفاصل غالبا بيصيب الوركين الركبتين وأيضا اليدين والعمود الفقري وكثير من الأشخاص اللي بيهنهم أكثر شيوعا الانتشار لإلهم التهاب المفاصل التنكسي هنهم كبار السن اليوم رح نحكي أكثر عن التهاب المفاصل التنكسي عن أسبابه وأيضا عن أنواعه وطرق العلاج وأيضا الوقاية مع ضيفنا اللي صار معنا بالستوديو الدكتور خالد نمورة استشاري بجراحة العظام والمفاصل عضو مجلس البورد السوري للجراحة العظمية ومشرف التدريب السريري للجراحة العظمية بجامعة الشام الخاصة أهلا وسهلا فيك دكتور يسعد صباحك أهلا وسهلا فيكم صباحك صباحك يعني حكينا هيك بالمقدمة تفاصيل صغيرة عن التهاب المفاصل التنكسي خليني نعرف منك أكثر معلومات عن التهاب المفاصل التنكسي وشو هي أكثر المفاصل الإصابة فيه لا التهاب المفاصل التنكسي هو أكثر أمراض المفاصل اللي بتسيب المفاصل شيوعا بالعالم حول الكرة الأرضية هو عبارة عن تخرب تدريجي مترقي متطور بالغضروف المفصلي للمفصل هذا التخرب يترافق بإصابة بالعظم تحت الغضروف وإصابة بالأنسجة الأخرى للمفصل سواء بالغشاء الزليلي أو المحفظة الآن التهاب المفاصل التنكسي هو بصيب الغالب المتقدمين بالعمر وإلوه أسباب ثانية أسباب ثانوية بتأدي للإصابة فيه عفوا طبعا تقريبا 70% من الأشخاص اللي عمرهم فوق 55 سنة بيبلش الإصابة تدريجية بالتهاب المفاصل التنكسي أو الفصال العظمي أو الفشل الغضروفي هلأ ليش بصير انه انتهاب المفاصل التنكسي عنده الغضروفي المفصلية اللي هو طبقة رقيقة بتغطي نهاية العظم كل عظمين نحن بنعرف انه بتشكل مفصل هذا المفصل نهاية العظم بيغطيها طبعا من الغضروفي المفصلي شو وظيفته وظيفته بيساعد على امتصاص الاحتكاك أو امتصاص الصدمات الانزلاق انزلاق المفصل سهولة انزلاق المفصل أثناء الحركة أو المشي أو الركض أو القفز بيساعد على تطابق السطوح المفصلية بوضيات معينة أثناء تطبيق شداد معينة أو تمارين رياضية أو مشابه ذلك وبيؤدي لسباتية المفصل فبصير فيه خلل بالغضروف المفصلي وبيتخرج نتيجة تعرض لسبب سواء بمادة الغضروف أو تحت حمول أو شدات أو إجهادات معينة بيؤدي أن الغضروف المفصلية بيبدأ يتعب بيبدأ يتشقق بيبدأ يتجزع فبيؤدي له فشل المفصل نسميه نحن بالنهاية هو فشل المفصل طب دكتور اليوم كيف فينا نميز التهاب المفاصل التنكسي عن شيخوخة المفاصل تمام هلأ هي الشبه متقارب جدا بهالنقطة هاي بحيث أنه اتنين هنه مرض تقدم العمر هلأ التهاب المفاصل الشيخوخي غالبا ما بيكون فيه أعراض سريرية يعني المريض ما بيعاني من أي شيء إلا نوع محدد أنه بحس أن المفصل تبعه آسي شوي ما عم يساعده على الحركة ما فيه ليوني بالمفصل ما فيه عنده ألم ما فيه عنده أعراض ثانية اللي بيساويه التهاب المفاصل التنكسي على الصور الشواعية ما فيه الحالات التغيرات التشريحية المرضية يلي بتقوم بالتهاب المفاصل التنكسي هلأ ليش بصير مرض الشيخوخة نتيجة الغضروف يعني مع تقدم العمر أو شيخوخة الغضروف الغضروف المقصري فيه مواد هاي المواد مؤلفة من خلايا ومن مادة اسمها ماتريكس هاي الماتريكس أو اللحمة منسميها اللي هي مادة الغضروف فيها ألياف الكولاجين هي من النمط الثاني فيها بروتينات سكرية اسمها جليكو بروتينات وفيها ماء النسبة الكبيرة هي من الماء 80% تقريبا بشكل من الماء الألياف الكولاجين بحدود 10% إلى 20% والبروتينات السكرية بتشكل تقريبا من 10% إلى 15% أثناء شيخوخة المفصل بصير عندنا نقص بالماء بينما بالتهاب المفاصل التنكسي بصير زيادة في الماء ضمن الغضروف المفصل نقص بالبروتينات السكرية بتصير بالحالتين عدد الخلايا تنقص وبصير فيه تقدم بالعمر أو شيخوخة المفصل بينما عدد الخلايا بالتهاب المفصل التنكسي طبيعي ما بيتغير نهاية الآن بالتهاب المفصل أو شيخوخة المفصل بصير عندنا أنه ألياف الكولاجين بتصير آسية صلبة هي من النمط الثاني المرن الطري ممكن يتعدل للنمط الأول الصلب فبتلاقي أنه بيشعر المريض باليوبوسة بيشعر بيفقد مرونة الغضروف المفصلة ولزوجة المفصل نتيجة نشفان الغشاء الزليلي مع تقدم العمر بيؤدي لأن نشفان المفصل أو الزوجة المفصل اللي بتساعد على الإنزلاق بتخف فهي هي شيخوخة الغضروف المفصلة طيب دكتور خالد حضرتك حكيت لنا عن آلية حدوث التهاب المفاصل التنكسي خلينا نحكي عن الأسباب هل هناك عوامل معينة هي تمثل عوامل خطورة تؤدي لحدوث هذه الالتهابات وهل نساء أكثر من الرجال دائما نسمع السيدات باعتبار بتمر بحياتها حمل وولادة وما إلى ذلك فبتفقد أكثر من بنيتها يعني ببنيتها الجسمية والعظمية ممكن تتأثر أكثر من الرجال أو لا هي ممكن يصيب الأتنين من نفس النسبة تمام التهاب المفاصل التنكسي إليه نماط كثيرة وكل نماط إليه سببه هناك شيء اسمه التهاب المفاصل التخرب السريع بصير غالبا من مفصل الورك أو مفصل الكتف مثلا من مفصل المايلوكي عبارة عن تخرب شديد ما في نتوءات أو مناطير عظمية وإنما تخرب شديد للعضب بيوصل لمرحلة أنه رأس الفخز أو رأس العضب بدوب بطريقة سريعة جدا غالبا هذا سببه ترسب الوراة الأباتايت الهيدروكسي أباتايت نسميه التهاب المفصل التخلبي في نوع تاني اسمه التهاب المفصل الضخامي المفصل الضخم فيه مناقير عظمية كثير شديدة بتعطيني ضخامة ولكن التغيرات اللي بتصير ضمن الغضروف وضمن العظم قليلة عكس بعضهم تقريبا التاني سببه ترسب بلورات البيروفوسفات لسبب مجهول أو ممكن اضطراب هرموني معين بالغضل جائرات الدراء أو ممكن يكون فيه استعداد عائلي فيه الأسباب الشائعة على موضوع التهاب المفاصل التنكسي نحن منصنفه لنمطين إما نمط أولي يعني ما في سبب من دون أي سبب نتيجة تقدم العمر أو نمط سانوي النمط السانوي معناتها في عنا سبب أدى إلى التهاب المفاصل التنكسي هذا السبب قد يصيب الغشاء الزليلي أي نوع من أنواع التهاب المفاصل سواء الرسواني سواء النقرس أو النقرس الكاذب يلي بصيبه الغشاء الزليلي بيؤدي إلى التهاب المفصل وبالتالي هذا الالتهاب بحل المواد معينة بتخرب الغضروف المفصلي بمراحل متكررة أو تاني بتأدي لها النقطة الإنتان نفس الشي أنه أي إصابة إنتانية بالمفصل بتأدي إلى في النهاية إذا ما تعالجت أو تخرب الغضروف المفصل بتأدي لها هلأ في عنا أسباب عفوا أسباب ميكانيكية الأسباب الميكانيكية يعني أنه المفصل عم يحمل جهود وشدات ميكانيكية فيه وزن زايد عليه بمنطقة أكتر من المنطقة بتأدي إلى تخرب بيبلش ببقرة صغيرة وبعدين بنتشر لبقية المفصل مثلا بالورك عندنا التشوهات الولادية سواء عصر تصنع ولادي بالورك أو خلع ورك أو داء برتز أو الزلاق مشاش بالمراحل المتقدمة يعني والطفل بيكبر شوي وإله عقبيل محددة هذا يوم من الأيام سيتعرض إلى انتهاب مفاصل تانكبس بالركبة مثلا عندنا روح الركبة أو تقوص الركبة سواء للداخل أو الخارج تغير محول حمل ثقل الجسم بتأدي إلى تخرب في حمل زائد على المفصل بجهة أكتر من جهة فبالتالي بتعرض لشدات معينة وممكن ينصاب فيما بعد بالتهاب مفاصل تانكبس في عنا الأزية سواء الرد أو كسر سواء الرد أو كسر أو إذا فيه إصابة بالعظم تحت الغدروفة اللي هو الداعب للغدروفة المفصلة تعرض لنخرج جافة لأسباب معينة وأسباب كتير ندخرج جافة هاي اندخرج جافة بتأدي إلى انهدام السطح المفصلي يعني انكسر السطح المفصلي أو الغدروف المفصلي فمعناتها أنه هيوصل لمرحلة تنكس هلأ فيه أسباب متعلقة بالصحة أو بالسمة زيادة الوزن أو الإجهادات أو التمارين بيصير فيه ضغط على القدمين بيصير فيه ضغط بيصير وزن الزياد وخاصة على مفصل الركبة فهي كلها يعتقد منسميها ضمن الأسباب الميكانيكية فيه أسباب تانية متعلقة بالوراسة سواء متعلقة بتشكيل ألياف الكلاجين أو الإصابات اللي بتصيب الألياف الكلاجين بالغدروف المفصلي خاصة النمط الثاني اللي هو المشكل الأساسي للغدروف المفصلي أو إصابات يعني حالات وراثية متعلقة بالبيولوجيا أو الكيميا تبع الغدروف المفصلي سواء البروتو الدكينات أو البروتينات السكرية أو عديد ذلك السفاكل المخاطية هي أمراض استقلابية ممكن تساوي لنا للغطاء نسبة الإصابة طبعا النساء أكتر من الرجال السبب لوحظ أنه بالإحصائيات اللي عنده التهاب مفاصل تنكسي أنه أغلبية المرضى هن من النساء بعد عم سن الياس أو انقطاع الطمس حتى خلال فترة الطمس بالنسبة للسيدات ممكن نصير التهاب مفاصل تنكسي بالإبهام بقاعدة الإبهام نسميه التهاب مفاصل تنكسي بخلال فترة انقطاع الطمس أو سن الياس أو ما بعد سن الياس فربطوا هذا الموضوع أنه العدد الزائد من الإصابات عند النساء بهالعمر هذا بعض انقطاع الطمس قد تعزى إلى غياب هرمون الإستروجين بالنسبة لها المطاع تمام دكتور اليوم في أشخاص ما بيصيبون التهاب المفاصل التنكسي أو مثل ما بيقولوا بالعامي أنه هذا كبير صعر كبير بالعمر ولساته صحته ولساته الشباب هدول الأشخاص هل اليوم هنهم نمط غزاء الصحي من الأساس جيد أو هنهم ما بيجهدوا حالهم بأعمال أو هنهم متابعين يمكن بالنشاطاتهم الرياضية أو بالإضافة لما ذكرت أنه نمط الغزاء تماما هلأ التهاب وفاصل تنكسي بيرتبط ارتباط جيد بالبنية العظمية لكل شخص سواء بحجم العظم أو بتركيب العظم فالبنية العظمية أو الغدروفية للمنصل وللعظم تختلف من شخص لشخص فلذلك في إصابات أو مرضى صغار بالعمر ممكن يتعرضوا لشدات محددة وإجهادات محددة ما بتحمل الغدروف الغدروف ضعيف شوي نتيجة البنية التركيبية بينما في ناس كبار كثير بالعمر رغم يتعرضون نفس الجهد ونفس الإجهادات ولكن يتحملوا هذا الشيء وبصير عنده انتهاب مباصل تناكز بسن متقدم جدا فالسبب هي بالبنية الغدروفية أو البنية العظمية للمريض طيب دكتور أول شي تفضل نشفنا لك ريئك ونحن أسئلتنا كثير الإعلاميين بس يعني بتعرف يعني الناس كلها بهذا الوقت بتعتبر هاي المساحة الطبية ضمن البرامج الصباحية استشارة تكون عندهم كثير أسئلة واستفسارات فبيحبوا يعرفوا وهي الأمراض صارت شائعة يعني اليوم كتير صرنا نسمع أنه في أمراض كانت مرتبطة بتقدم السن مثل ما حضرتك حكيت ببعض ولكن هل نمط الحياة بمثل هذا النوع بيأثر يعني اليوم مثلا سمعنا بعض الأبحاث نعملت أنه مثلا اللي بيشربوا كتير مشروبات غازية طلع المشروبات الغازية إلى تأثير كبير على العضم يعني أحد الأشخاص من اللي بيشربوا كتير مشروبات غازية تعرض لحادث الدكتور قال له أنه أنت بسبب يعني أنه أنت كتير تتناول هاي المشروبات صار تأثيرة على العضم عندك أكتر من غير إصابة بسنك وهو شب فهل هذا الشيء ممكن كمان يكون نقول عوامل حياة النمط الغذائي ممكن يكون له تأثير هلأ بالنسبة للمشروبات الغازية يعني تأثير على الغضروف المفصلي حتى الآن أو على العضم بشكل عام يعني مو بس على الغضروف المفصلي ما في دراسات أثبت ذلك يعني من ناحية العلمية بينما على العضم إلا تأثيراتها بالنسبة خاصة العظم الإسفنجي تعمل ترقق عظام مصبوط هذا الشيء ممكن سأويتلعب دور بيتخلقوا العظام أو العضم الصلب بالنسبة للمشروبات بينما مثلا من ناحية التغذية نقص فيتامين كاف أو سي أو فيتامين دال متهم بأنه ممكن يساوي التهاب مفاصل تنكسي بعض الدراسات أكدت النقص هدت الفيدامينات لثلاثة هدول بممكن عوامل خطورة لفيما بعد يصاب الشخص بالتهاب مفاصل تنكسي طب دكتور اليوم أكتر الناس عم نلاحظ أنه عندها نقص فيتامين دال وعم يعملوا تحاليل أو حتى أحيانا أنه صار الكل عم ياخد هيا الأدوية أدوية فيتامين دال هيا أنت حضرتك أتذكر أنه من أحد الأسباب معناتها اليوم بأعمار صغيرة ممكن أنه الأشخاص ينصابوا بالتهاب المفاصل التنكسية هلا مو بالضرورة يكون سبب رئيسي ولكن من أحد الأوامل قد فيما بعد يعني نقص فيتامين دال وضعف العظم ممكن يلعب دور بهذه الموضوعات دكتور إبرزيت يعني بنسمع كتير عن هذا الموضوع وهي العلاجات هل إلى دور بالتشافي أو لا؟ حسب مرحلة التهاب مفصل التنكسي التهاب مفصل التنكسي يمر بمراحل أربعة بالمرحلة الأولى للمتوسطة ممكن أبرزيت اللي هي حمضة اللي هي هلونيك أسد هو وظيفته أنه يعطي لزوجة المفصل بيساعد على تزديد المفصل أو تشحيم المفصل معناته بالنوع اللي فيه اللي كنت عم تحكي عنه اللي هي بيكون فيه رايح الغضروف هات بيفيد لا قبل ما يفقد الغضروف المفصلي يعني مجرد ما نفقد الغضروف المفصلي معنات أنا دخلت بالمراحل الأخيرة اللي هي المرحلة النهائية اللي تخرب نهائيا الغضروف المفصلي بينما بالمراحل والوقت اللي بيكون التشققات الغضروف ضعيفة أو ناشف أو بالنسبة لشيخوخة الغضروف قبل ما ندخل بالالتهاب مفصل التنكسي فيما بعد ممكن تفيده أبر هلونيك أسد لأنه نحن التهاب المفصل التنكسي بتلما حكينا بالغشاء الزليلي هو اللي بيفرز الحمد للهيانونيك أسد يلي مسؤول عن تزييط المفصل أو تشحيب المفصل من اللغة الطبية فبنقص هذا الحمود فمعناته أنه عملية التزييط المفصل بتكون الضعيفة فمنضطر أنه منعطي هالحقون هاي لحتى تساعد على تزييط المفصل إلى تأثيرات دكتور جانبية الأبر؟ لا ما لأي تأثيرات جانبية بالنسبة لها أبر الزيت يعني نهائية تمام دكتور أكيد بختم فقرتنا بدنا نتشكرك على المعلومات اللي قدمت لنا معلومات وفيرة وأكيدنا نتمنى الصحة والسلامة للجميع وشكرا للك بقية النهار حلو الألاني أخلا وسأل شكرا لك دكتور خالي شكرا لكم ولحن نتعرف أكتر على أحوال الطقص تماما يا سلمة رح نتعرف على أحوال الطقص معنا المتنبئ الجوي عبر الهاتف محمد مطار يسعد صباحك أستاذ محمد يسعد صباحك أهلا وسهلا صباحك خير أستاذ محمد عرفنا على أحوال الطقص كيف درجات الحرارة عم تكون هل في مرتفعات قادمة وأيضا درجات الحرارة في المحافظات السورية تماما بالنسبة لحالة جو المتوقعة لليوم تمر معنا درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي تصبح أعلى من المعدل بحوال من 3 إلى 5 درجات مئوية الجو حار وصحه بشكل عام سديما مغبر الشديد للحرارة بالنسبة للمناطق الشرقية والجزيرة والبادية بالنسبة للرياح في الجنوبية غربية على المنطقة الساحلية وغربية إلى شمالية غربية على باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد دور تتجاوز سرعتها 60 كم في الساعة خاصة بالنسبة المناطق الوسطة والشرقية تثير الغبار في المنطقة الداخلية البحر خفيف ارتفاع الموج طبعا مرة معنا هذه الأجواء ممكن حتى ما بعد من تصف الأسبوع القادم ثم تعود بالدرجات حرارة الانخفاض بالنسبة للمناطق الغربية بينما تبقى على ما هي علي بالنسبة لباقي المناطق طبعا الرطوغة نسبية عالية خاصة بالنسبة للمنطقة الساحلية عم تعطي إحساس بدرجات حرارة أعلى من الفعلية بحوالي 5 إلى 6 درجات مئوية موجود الرياح مع نسبة الرطوغة الجيدة تشكل عامل إيجابي في تحسين الأجواء تحذيراتنا هي عدم تعرض لأشعة الشمس خلال ساعة الدروة لفترات طويلة خاصة بالنسبة لكبار السن والأطفال عدم إشعال النار خاصة بالنسبة للمناطق البزرعية والحراجية والغابات تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب الأترب المتارة بفعل الرياح خاصة بالنسبة لمنطقة الشرقية والجزيرة والبادية أما بالنسبة لدرجات حرار المتوقعة لليوم بدءا من العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية 39-24 المرتفعات الجبلية 31-19 المنطقة الوسطى 35-23 المنطقة الساحلية 32-27 الشمالية 38-25 الشرقية والجزيرة 43-29 وأخيرا البادية 42-26 إن شاء الله إن شاء الله يعني أستاذ محمد طبعا نشكرك على كل هذه المعلومات اللي قدمت لنا ومثل مقلت في شوية ارتفاع درجات الحرارة نتمنى السلامة والصحة للجميع وينتبهوا على نفسهم من درجات الحرارة المرتفعة شكرا لك أستاذ شكرا لكم يا حلا فيك حلا فيك يعني مثل ما طابعنا ليلى قال في ارتفاع درجات 39 بدمشق 24 ليلى يعني ارتفاع ارتفاع كبير والشمس بتكون قوية بساعة الزروة مثل عادة من الـ 11 للأربعة فبنتمنى لكل ينتبه على هذه المواقيد تماما يا سلمة مهلا رح نروح لتقرير لنا اليوم كتير مننا بيعاني من الصداع يمكن تعب جسدي ألم أحيانا تشويش يمكن قلق حتى وتعب في أشخاص بصير عندهم نوع من الأرق يمكن ما بيقدروا ينام ويمكن التفكير الزايد بس ما كتير مننا بيعرفوا أنه أي ألم نفسي أي مشاكل نفسية اليوم رح تسبب لنا مشاكل جسدية وآلام جسدية رح نتعرف أكتر على هذا الشي بهذه المادة أصبح من المتعارف عليه في الممارسة الطبية أن العامل النفسي من العوامل الأساسية التي تدخل في الحسبان عند التشخيص والعلاج وفي كثير من الأحيان تكون الأعراض الجسمية أهم ما يعانيها المريض النفسي مثلا عند القلق تكثر حالات الصداع التوتري المتكرر والأرق والشعور بالتعب وآلام المفاصل والعضلات المصاحبة للعصبية وعند الخوف كما في حالات الرهاب المرضي يصاب الشخص بالدوار والغثيان والرعشة والاختناق أو يفقد وعيه أما في حالات الاكتئاب فتتميز بهبوط الطاقة والحيوية والشعور بالأعياء والإرهاق وضعف التركيز والذاكرة والطراب النوم والأكل كما تجعل حالات التوتر الشديد عددا كبيرا من الناس يعانون مشكلات صحية هضمية مما يؤدي إلى إصابة بالألام الحادة في البطن والشعور بالثقل والغثيان والتقي أحيانا وحول ضغط الدم ومدى تأثره بالعوامل النفسية يقوم الجسم بالرد على حالات الضغط والتوتر النفسي بإنتاج كمية من الهرمونات لمواجهة حالات الضغط وعن طريق زيادة معدلات ضربات القلب وتضيق الأوعية الدموية وأخيرا للعامل النفسي تأثيرا على الدماغ من خلال الزيادة في فرصة الإصابة بالجلطات الدماغية نتيجة ارتفاع ضغط الدم مما يسبب انفجار في الأوعية الشريانية في الدماغ ومن ثم النصف الداخلي وبالتالي إعاقة مثل الشلل النصفي أو فقدان البصر وحتى الكلام والحروح لفقرتنا والصحة النفسية كتير أوقات بنسمع ليلى أنه نحن عم نتصرف من تلقاء نفسنا ولكن للحقيقة علماء النفس ربطوا بعض تصرفاتنا بطبعا علاقتنا تجاه أصدقائنا أو المقربين مننا وهذا الشيء بيأثر علينا بشكل غير مباشر أوقات كتير نحن ما بندرك أنه نحن بناخد بعض السلوكيات أو ردات الفعل بناء على هذه العلاقة مع الشخص اللي نحن بانينا أنت بيكون هذه الردات الفعل طبيعية وإما بتصير غير مرغوب فيها ولازم ننتبه على تأثير علاقات الأشخاص الآخرين بسلوكياتنا تماما يا سلمة وخاصة في مرحلة الشباب اليوم تتبلور شخصيتنا بتتوضح المسارات لأنه بتصير وجهات نظرنا مختلفة يمكن منصير أكتر وعرضها للتأثر بالبيئة السلبية لكن اليوم قيمت فينا نحن نستثمر هذا الشي المحيط اللي حولنا نحن اليوم بدنا نتأثر فيه لكن قيمت فينا نستثمر هذا الشي بالشكل الإيجابي رح نتعرف أكتر ونحكي عن هذا الموضوع بمساحتنا الصباحية مع ضيفتنا الأستاذة في علم النفس الدكتورة رولا صيداوي سيد صباحك دكتورة سيد صباح لكم صباح الخير صباح الخير دكتورة صباح الخير خلينا نبلش اليوم موضوع مهم كتير ويمكن ما كتير الناس تتطرق بالحديث ردات الفعل أو تأثر الشخص بردات فعله أنه مرتبط بعلاقته بالآخرين قالت بالبداية ليلى أنه الشباب أكثر تأثرا بهذا الموضوع هل فعلا الشباب هنن أكثر تأثرا أم؟ كل ما يعطنا ممكن تكون ردات فعلنا العلاقة بعلاقتنا بالأشخاص بداية هو طبعا الموضوع جدا مهم والعنوان كمان لازم نضيق عليه هلأ التأثر هو بيكون يبدأ من فترة المراهقة حتى فترة الشباب السبب في عدة أسباب هلأ إذا كان هو خلينا نقول تقليد أو الأخذ من عادات الطرف التاني سواء صديق أو قريب أو يعني شخص مقرب ممكن تكون إيجابية ممكن تكون سلبية من باب المحبة أحيانا من باب الإعجاب تماما الإعجاب بالمظهر العام من باب أحيانا بيكون مثلا السلوكيات الإيجابية المشكلة وين إذا كان السلوكيات خاطئة السلوكيات لا تناسب عاداتنا وتقاليدنا بالنسبة كمجتمع أو بالنسبة كأسرة اليوم كمان دكتورة دور التأثير الكبير لجيل الشباب هو السوشال ميديا اليوم كثير عم يتأثروا ممكن بأشخاص على السوشال ميديا نظرة الشباب اليوم لجوهر الشي في مسار حياتهم خلينا نحكي كيف ممكن نطوع هذا الشي بشكل إيجابي للأسف الظواهر الآن التي هي منتشرة بشكل عام هو تقليد شباب للغرب نعفوا لشباب الغرب بعاداتهم بسلوكهم بسلوكياتهم الخاطئة أحيانا في بعض سلوكيات للأسف هي شاذة بطريقة حكيون أصات الشعر هذا كله تقليد اللي نحنا منقول الأعمى ليس التقليد حلو نقلل بالأبحاث بالتطورات العلمية بانطور نفسنا هذا شيء إيجابي سواء من مثلا عالم السوشال ميديا سواء كان الشخص عربي أو غربي نحنا ناخد الشيء الإيجابي للأسف نحنا نقلد الشيء الغربي والشباب أكثر عرضة نبدأ مثل ما حكيت أنه المراهقة وبعدين الشباب أكثر عرضة بسبب هنين بيعتقدوا أنه كل تعاليم وتوجيهات الأهل هي خاطئة هي مو مناسبة لعمرهم أو هن من جيل قديم والشباب الآن من جيل حديث وطور الفكرة وين بتجي بتجي بعد سنوات طويلة بيكون الفرصة راحة الفترة المرحلة بدي طور فيها نفسي ضاعت مني هالفرصة فلزالك لكن إحنا هون لما منقول أنه من نطوعها مثل ما ذكرت الأستاذة ليلى أنه نطوعها بشكل إيجابي كيف هلأ هون بيجي بقى الدور الأهل بالتربية بدأت تبدأ من الطفولة بيجي بعدها موجه التربوي دوماً بأكد المعلمين أحياناً شخص مقرب ممكن صديقي هو فعلاً بيريد الخير لصديقه شخص مقرب من العائلة أو من المعارف أو من الجيران أو ممكن الأستاذ كان سابقاً يعطيه هو لسه على العلاقة معه هون بيعطيه بقى الشيء الإيجابي هلأ هون بيبدأ التقليد بالشيء الإيجابي بيأخذ من أستاذه من صديقه اللي عنده إيجابيات بيبلش بتعلم منه شيئاً فشيء نعطي مثال الطالب إذا متعلق بأستاذه بيسير بقلده بحركاته بسلوكياته وحتى بطريقة تحكيه والعقل الصحيح إذا كان هو مثلاً صديق كان غير إيجابي بقلده بحركاته بسلوكياته حتى بنمط لباسه طب دكتور رولا حكيتي عن فكرة كتير مهمة اليوم السوشال ميديا مرتبطة فينا وكمان أصدقائنا كما حكينا والهو محورنا الأساسي اليوم نحن عن نقول قديش منتأثر بالأشخاص اللي هنا محيطين فينا أحياناً لأن بعض الأصدقاء بيكون إلون تأثير أكبر من الأهل على الشباب وخصوصاً بمرحلة المراهقة أو حتى ببداية الجامعة صارناً نشوفهم هلأ بيمبسطوا بي بسمة البعض بنزلوا صور يعني بيشاركوا شغلات هنا بيشتركوا فيها لأي درجة أنا ممكن نشوف هذا الشي وأسمح فيه وحاول إني أنا أعمل رقابة بحيث أنه ما يدوب الشخص بشخص آخر أنه أوكي ممكن أن تكون أنت ورفيأك نفس الشي تشبهوا بعض بسمة البعض كذا بس مولا درجة تلغي شخصيتك أو هويتك تماماً بناءً لتكون أنت مثل صديقك أو العكس يعني تمام جهة الأخرى هلأ في نقطة أنا لما أنا كأم أو أنا كأب أو أنا كموجه معلم معلمة لما بعزز له ثقته بنفسه لما يكون الشخص عنده ثقة بنفسه محل إليك تامي شبه تامي أو ثقة فيها نوع من الإيجابية فأنا هون بحب الشخص الثاني بحب شوف نمط كلامه ولبسه لكن مو مية بالمية ليش لأنه أنا عندي شخصيتي المستقلة وأنا طبيعة الإنسان رب العالمين خلق الناس كل يتعارفوا كل واحد الخصوصيات وعنده مهارات وعنده قدرات وعنده تميز بشخصيته وعنده تفرد بشخصيته أنا لما بدأ نسخة خلينا نقول الفوتوكوبي من هذا الشخص أو من فلاني صديقتي مناتا أنا وين شخصيتي وينت ميوزي أنا بحب أسفين مشكلة هلأ عم شوفها أكبر يعني ما قصد بس شباب هلأ عم شوف ناس بالعمل ناس بالمحيط صاروا عم بيكونوا كوبي بيست وحيانا النسخ مشوهة يعني مع مين جح ويكونوا نسخة أصلي هلأ 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 بيكون في خلل معلش بالتربية خلل أنه أنا عندي مثلا خلينا نقول الفترة المراهقة أو قبل شوي الطفولة نهاية مرحلة الطفولة بيكون في خلل أنه هو عنده شي ناقصه وللأسف يجي دور الأهل أنه أنت هاي الأمور ناقصتك كتير هلأ هو الشي الفاقده بروح بيبحث عنه بصديق بزميل بالعمل بقلده تماما تماما بقلده بفكر أنه هذا هو الشي صح حتى منلاحظ شباب كتير مو بس بكتير دول بقلده مثلا الغرب بقصات شعره بنمط لباسهم هلأ نحن عنا هون للأسف بيكونوا أنه مثلا هذا اللي عم قلد الغرب يعني غير مقبول بمجتمعنا هلأ كل المجتمع له عاداته وتقاليده منحترمه لكن نحن مو مناسبنا يعني أنا ما بقول أنه فلان خطأ أنا بالنسبة إلي عادات مجتمعي قبل الأسرة عادات مجتمعي وتقاليد مجتمعي أنا بدي راعيها وهي إلى مكاني ومقدسي ما بيصير أنا قلد الغرب وبيدي أفرض على أسرتي وواقعي أنه أنا هيك بديك تقبلوني أنا بدي عيش يعني أنا مثلا مسافر لدولة بشوف لباسي بيكون مثل هالدولة اللي رايحت لها ما هو هون هون فن أو بروتوكول التواصل الاجتماعي والتواصل بين البلدان تمام مثل ما ذكرت سلمة أنه أحيانا التقليد حتى دمن إطار العمل حاضرتك عم تذكري هذا الشيء منطفه لحتى يمكن مرحلة المراهقة اللي هي الأهم اليوم الأهل دائما بيحبوا يشوفوا أبنه الناجح لكن لازم يواجهوا يمكن بالطريقة الصحيحة أنه أنت ما لازم تكون مثل فلان تمام أنه لازم تشتغل حتى تصير أنه شخص ناجح لما هو بجوز يفهم هاي التعليمات خطأ أو نصائح الأهل خطأ أنه أنا بدي روح أقلد هذا الشخص تصير نسخة عنه ومو أنه أنا سير ناجح أو أشتغل عحالي أو سير شخص ناجح قديش هاد الشي مهم نفرق بين هذول الشغلتين المقارنة دوما هي هدامة حتى بعض الأمهات أو بعض الآباء بيقارنوا الأخ الأكبر الأخ الأصغر بالأخ الأكبر أو ابن الخالي أو أقدع بالولاد دائما الأخ الأكبر هو شاطر مشتهد مثلا فات الفرع اللي علاماته عالية الثاني عنده مواهب تاني وعنده قدرات تانية قدرات مختلفة بيصير من أقول له بدك تكون نسخة عن أخوك الكبير أو مثل ما ذكرتي أرايبك هون بيصير هو بيقلد بعدين بيجي لمرحلة الرفض نرجع لبداية الكلام هو دوافع السلوك يعني ما وراء السلوك دوافع السلوك أحيانا بتكون إيجابية أو أحيانا بتكون سلبية فهو لا شعوريا بالعقل الباطني عنده بيرجع بيقول أنه أنا بدي يصير يقلد فلان حتى يثبت نفسه أو هاي بمرحلة إذا كان هو ما لغى شخصيته إذا ما لغى شخصيته وأثبت ثقته وأثبت جدارته أنه أنا فعلا شخصيتي مستقلة ومتفردة عن غيري هون بقلبي يبدأ أنه بكلمة اللأ طبعا اللأ بشي نحن نقول بأصولة مو اللأ بتنمر أو تمرض أنه أنا إلي شخصيتي مستقلة أنا صح هذا الفرع لكن مثال أنا بحب هذا اللبس أنا هذا اللون بحب يعني كتير أحيان بسمع انتقادات أنه مثلا بالنسبة للشباب شاب بيحب لون معين يدل بسوى شاب تاني أخو بيكون لون تاني بتجي الأم أو الأب بتلبس نفس الألوان طيب هو عنده رغبة معينة يعني لش نحن لنكبة شخصية المراهق أو الشاب لأنه هذا هيطة يعني أنه لازم تكون مثل أخو نوعا ما نرجع لحسب العادات المقبولة واللباس المقبولة بنرجع لإلها هون يعني دكتورة رولعة مثل ما بقولوا انت دارا تحطي إيدك على الوجع بأي شي عم نحكي فيه الأهل أحيانا من غير قصدهم بيصرفوا تصرفات بيخلوا الشخص يتوجه نحو قدوة معينة الطفل هو صغير نعرف قدوطه الأساسية الأب الأم والأخوات بالمنزل لسن معين بس يشوف المحيط بيبلش بعد تتغير قدوطه معلم رفعاته معلم ما إلى ذلك هذا العمر قديش مفصلي وتقريبا يعني هل مثلا أثبت علماء النفس أنه فيه عمر معين خلنحكي عن صناعة القدوة لأنه هي الأساس لتشكل نصفها المشاكل السلوكية تمام هلأ دوما بيقولوا أنه الطفل بيكون قائد من زغره قائد من زغره أنت بتلاحظي بيكون عمره تلت ستين بيكون بمكان فيه أطفال بيعمل دائرة بيكون هو بيحركهم هلأ هذا من زغره يعني هو فيه جينات معينة هو بيكون فعلا شخصيته تماما بتجي التربية إما بتعزز أو بتكبت هاي أول بداية إذا هذا الطفل فعلا لاحظت لهم أنه هو قائد من زغره خلينا نعزز له هذا الشي مجرد ما عززنا له هون بيصير فيه عنده هو تفرد بشخصيته عنده استقلالية بشخصيته عنده حب يقول رأيه بصراحة حتى لو كان خاطئ من صحح من وجه ما نكبت أنه لا خطأ أو لا تحكي كان في عادة قديمة عند الأمهات سابقا وعند جداتنا أنه قد يكونوا بجمعة سيدات بيجي الطفل بيقدمو له ضيافة لا ما بياخد طيب ما هو بدي يقول رأيه هاي هاي مثال يضرب ولا يقاص بدي يقول رأيه هون لما بتكبته هو بيصير بقالي بيخجل مع الأيام ما بيقدر بيقدر يحكي أو بيفرقوا يعني إذا الصبي مسمح لك تقعد مع الكبار وتحكي تماما البنت لا تتخبأ البنت لا أنت فوتي يعني هاي كمان تمييز هذا بيبأثر مع الوقت هي عادات وتربية خاطئة هي للأسف هي تربية خاطئة لكن الآن بهذا خلينا نقول بالتطور اللي صار والتكنولوجيا اللي تطورت وتعرفي أنت العالم صار هو شاشة صغيرة عم نشوفها فالناس بتتقلد بعضها بشكل عام لكن نحن خلينا تقلد بعضها بالشيء الإيجابي يعني صارت البنت هلأ نحن نرجع للأساس الإسلام هو كرم المرأة وكرم البنت وعطاها أهميتها فللأسف عادات مجتمع لغتلة هويتها ما هو الإسلام وعطاها مكانتها وهويتها ليش نلغي لها ياها وكل الديانات عطوها مكانتها وهويتها للمرأة أو للبنت خلينا نقول فهون بتجي الأهل أنه لا بيصير ما بيصير هون ترجع عندها كبت بيصير عندها مشاكل نفسية إنت بتظهر لما تطلع مرحلة المدرسة المراهقة بتتزوج صغيرة بتبلش المشاكل مع زوجها مع بيتها حمعها بيصير فيه انفصال نتيجة بنرجع للسبب الأساسي الكبت وعدم أنه خليها تعبر عن رأيها أنه هي بفعلها شخصيتها مختلفة عن إختها عن مثلا رفيقتها رايتها طب دكتورة اليوم عم تذكر نقطة مهمة أنه العادات والتقاليد أو البيئة المحيطة اليوم نحن مجتمع كتير متأثر بالبيئة المحيطة وبالعادات والتقاليد يعني اليوم الأهل قبل ما يحطوا هاي القيود على أبناؤهم كمان عم بيحطوها عحالهم أي شيء بدون يتصرفون نحن عيب نحن ما بيصير هاي عاداتنا هاي تقاليدنا هنون ما عم يقدروا يطلعوا من هذا الإطار فهنون عم يصلطوا هذا الشيء كمان على أولادهم اليوم الأهل كمان لازم يقدروا يكون في طريق حتى يطلعوا يتجاوزوا هذا الشيء هلأ في خطوط حمراء نحن ما منتجاوزها بالعادات والتقاليد المجتمعية خلينا نحكي عن مجتمعنا في خطوط حمراء نحن ما منتجاوزها في عنا مثلا مناسبات معينة دينية رسمية هاي ما منتجاوزها نمشي بالعادات والتقاليد هذا ضروري يعني أنت بتعرفي أصلا بناء الحضارات بيبقى النتيجة أنه حفاظهم على العادات الأساسية المشكلة وين أنه اللي هي ما بتأثر إلا سلبا هون نحن اللي عم نتمسك فيها ومترك الجوهر الجوهر هون أنا ربي ابني ابنتي على المبادئ والقيم ويمشي وين بعضته بأي بلد كان أنا مربيته أساسيات ومبادئ معينة لو بيروح لآخر بلد بالعالم أنا ما بخاف عليه أما أنا بظل بيكبته بيكبته للأسف بيطلع لدولة تانية بيسافر بتلاقي بيبلش السلوكيات الخاطئة اللي بيمارسها أنا أعطي للخطوط الحمراء ما يتجاوزها مبادئ والقيم ربي عليها عزز له سيخته شخصيته عزز له سيخته بنفسه ضروري لحتى مشان نفسه ومشان الآخرين أي مهنة فاته أي مجال اختاره هو بيكون هذا خير إله بس يطور من نفسه يعني فيه نحن خصوص الآن مقبلين على شهادات ونتائج الشهادة الثانوية فنحن بنقول لهم الاختيار يكون أنك أنت تعزز تكون فعلا عندك شغف بهذا الفرع لحتى تطور من نفسك ما تكون نسخة عن فلان وفلان أكيد ودايما دكتورة يعني نحن بنقول هلأ خلينا نقول وصفنا بشكل عام المشكلة هاي السلوكية طيب أين أنت أنا بقدر بلش ساعد وحل فيه ناس ما بتنتبه أصلا أنه صار فيه مشكلة بيطلع الولاد وبينشاء المحيط بعدين لما بيصير هو رب أسرة أو بيصير بعمل بيصطدر معه جراء هاي المشاكل السلوكية كيف فينا نحل هيك مشاكل نحن ذكرنا نقطة أنه الآن نحن في عصر تكنولوجيا هلأ المفروض من فترة آخر فترة طفولة يعني خلينا نقول بالمن تسع سنوات أو حك تقريبا بيبلش بتلاحظ الأم والأم مقربة أكتر للطفل أنه فيه سلوكيات خاطئة شازة مو صحيحة هلأ نتيجة أنه أنا مو هملة إله نتيجة هو انفصال الوالدين أي نتيجة أي سبب كان هون بدي أنا تابع فيه متابعة بين الأهل وبين المعلم وبين الموجه أنا دوما أسأله لأبني ما أكبته إذا قال للرأي لو كان خاطئ ولو كان مثلا أحيانا طفل بيكون بجمعة أهل بيقول كلمة فبيجوا الأهل بيخانقوا بعد ما يروحوا له ديوف أو المعارف أنه ما بصير هيك تحكي طبعا أنا ممكن وجهه لكن ما أكبته أنه ما بصير هو بيبطل يحكي الاكتشاف مو أنه وقت يصير يتزوج ويصار عنده أسرة لا بيكون المشاكل بتصير أبن كتريت المراهقة بدأ بسن 13-14 بيصير بيبتعد عن البيت بيصير بي بنرجع لبداية كلامنا بيقلد رفاء السوق لا صمح الله بيبعيد عنهم بيصير سلوكيات شازة بيترك المدرسة إلى آخره بيصير بمشاكل نحنا بيغينا عنها فهي هون بتبلش نحنا من بدايتها طبعا الأهل إذا تابعوا بشكل كبير مع المعلم مع إدارة المدرسة مع موجه التربوي بكل المدارس موجود بشكل مستمر فيه كمان عناية لازم تكون من المدارس من الموجهين التربويين ضروري أو المشهدين النفسي الموجودين بالمدارس ضروري يعني نسجل كل حال حق كل حالة مو بس إنه نحنا عنا موجه بهذه المدرسة لا لأنه ضروري كتير علاج المشكلة من بدايتها أهوى من طفاق المشكلة طيب دكتورة اليوم الأعمار اللي هنون أكتر تأثرا بالبيئة السلبية وأيضا اليوم كيف الأهل ذكرتي أنه لازم المتابعة اليوم السوشيال ميديا ما عم يقدروا الأهليا نحنا بصراحة هذا واقع عم يضل الولد على السوشيال ميديا لساعات طويلة اليوم يمكن ما في رقابة شو هنون عم يتابعوا شو هنون عم يحضروا اليوم بعد حتى أحيانا في ألعاب عم تحول لهذا الطفل لشخص عدواني أو المراهق اليوم كيف فيهم أو طرق يقدروا يبعدوا أطفالهم عن هذا الشيء بد أن يشغلوهم بالشيء المفيد يعني ما عليش أنه هذا خلينا نقول المراهق أو الطفل أو لما يكون طول وقته ليلة نهار ما عنده قيمة للعمل لشغله لدراسته لجلسته مع أهله مع والده أو والدته مع إخواته مع عارفه وما عم نأكد الأم والأبنه لازم تكون معنا فهو هن بده يستمر أكيد وبده يفوت بمنحة نحن بغناء عنه صار بعالم تاني تماما ببداية المراهقة بيبلش التأديد يعني بالطفولة ما رح يكون هالتأديد إلا يكون نوعا ما مثل ما المراهقة الأكثر بداية أنه نطلع فدوما نشغله في عنا كتير برامج محاضرات ما حنقول محاضرات بعد الشباب ما بيحبوا يتابعوا خلينا نقول تعلم لغات هذا كله بالنسبة للموبايل أنا ما عم بقول طلع لبرة رياضة ماشي هلا هو ليش بيتابع الشاب ما عنده شي مفيد يشغله نفسه فيه يعني دوما الإنسان أنت بتلاحظي اللي عنده وقته مليان بتلاقي ما عنده وقته أصلا الموبايل ويفتح المواقع التواصل إلا ما ندر لكن تكون عنده فراغ والفراغ معروف مفسد للمرء فنحنا هون بدنا نكون هالنقطة ننتبه له كوالدين أو كأخي كبير من نسبة لأخوه الأصغر ضروري ضروري كتير كمان طيب يعني بعد ما تعرفنا على كتير من النقاط دكتورة رولا خلينا هيك ناخد نصائح عام اليوم للأهل كيفية التعامل مع سواء الطفل وخصوصاً مثل ما قلنا كتير من هاي السلوكيات الخاطئة عم تتشكل من عمر مبكر من دون ما نعرف يعني ما بعرف إذا هو صحيح أو لا بص بعض الدراسات النفسية قريت عنا أنه هي ربطة استخدام الأهل بالثواب والعقاب بهذا الشيء أنه مع الوقت بيأثر أنه عملت على هذا السلوك منيح فهو رح يكمل معه ويتطور معه عملت غلط رح يكمل معه أيضاً الخطأ أحياناً العقاب بيكون بدرجة قاسية بعض الأهالي بيعطوا فكرة للثواب والعقاب أنه بيربطوها فقط للأسف يعني بالعقاب الشديد من الله سبحانه وتعالى يعني بيكون طفل صغي إذا عمل خلص أنت الله زعل منك يعني مبعد بيرغبوه بداية عم نحكي في نقطة ثانية هو إهمال الوالدين للطفل تركه مقارنته أنه هو غير ناجح هو فاشل هو ما عنده اهتمام بنفسه ما عنده اهتمام بعلمه لذلك هذا بيخليه يبتعد عن العالم ثاني هو بشكله بيصنعه بنفسه سواء أصدقاء سواء سوشال ميديا سواء أنه انفصال عن الواقع الحقيقي هون بيبدأ بتقليد الغير للأسف لكن التقليد السيء أو السلوكيات الغير مرغوبة أكيد دكتورة بخيتام فقرتنا بنشكر حضورك معنا ونتمنى لك بقية نهار كتير حلو شكرا لكم شكرا لك دكتورة أما هلأ لحنروح مثل العادة متعودين هيك نزور أماكن سياحية جميلة ببلدنا حنروح لأحد القلاع المحفورة بالصخر والمطلة على الوديان بمنطقة القدموس بطرطوس قلعة الكهف وتفاصيل أوفاب التقرير التالي قلعة الكهف تقع في محافظة طرطوس وهي من القلاع الأثرية المهمة وتبعد عن القدموس نحو عشرين كيلو مترا كما تبعد عن قرية الشيخ بدر مسافة خمسة عشر كيلو مترا من الجهة الشمالية وتتربع القلعة على هضبة صخرية مطلة على واد سحيق تحيط به الجبال فتغدو شبيهة بالحصن الطبيعي ويلاحظ زوار القلعة مباشرة أنه تم اختيار موقعها بعناية فائقة لكونه من المواقع المحصنة طبيعيا والأكثر وعورة والذي يساعد في صد هجوم الغزاة وتزداد أهمية موقعها إضافة لكونه من المواقع الحصينة بأنه يمنح القلعة ميزة السيطرة على بقية القلاع المجاورة لوقوعها على تلة مرتفعة وفي منطقة متوسطة وعلى أبعاد متساوية تقريبا أو متناظرة وكانت ترتبط معها بواسطة الشهوب النارية تعاد قلعة الكهف من القلاع النادرة التي بنيت ونحطت في الصخر ولذلك سميت قلعة الكهف ومن الأثار الباقية في القلعة جامع القلعة الذي يوجد على سطح القلعة قرب الساحة التدريبية من الجهة الشرقية ولم يتبقى منه الكثير فهناك قاعة مسكوفة بقناطر متهدمة وهناك أيضا الدرج الذي يتجه نزولا باتجاه الساحة وقد سدت اتجاهاته وتهدم معظمه وتقول المصادر التاريخية إن هذا الدرج يقود إلى الكهف وفيها آبار لتخزين المياه كما كانت تصلها المياه بقناة فخارية من عين ماء تبعد عن القلعة مسافة 2 كيلو متران ويجهل الكثيرون أهمية قلعة الكهف فهي عبارة عن كتلة صخرية مفرغة تماما من الداخل تحوي ثلاثة طوابق من الكهف الحجرية اكتشف بداخلها بقية معبدين يعتقد أنهما رومانيان لكن النباتات والأحراش تغطيهما بشكل كبير جدا كمان سلمة بتتنوع الفاكهة الصيفية الموسمية اليوم وأيضا بتتنوع فوائده اليوم كمان رح نحكي عن العنب وفوائده اليوم قديش هو مفيد لارتفاع ضغط الدم وأيضا الصحة القلبية رح نتعرف أكتر على فوائده بها المادة العنب الأخضر فاكهة صيفية سكرية لذيذة له العديد من الفوائد فقد سهد الاعتقاد قديما أن العنب يحتوي فقط على السكريات بالحقيقة أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالفيتامينات وعلى نسبة عالية من الماء فوائد العنب الأخضر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب أظهر الدراسة علمية أجريت عام 2008 أنه من الممكن للعنب أن يقلل من فرص حدوث أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسادة الطبيعية فإن احتوائه على البوليفينول الذي يعمل على التقليل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين السرطان نظراً لأن العنب غني برسفيراترول فإن لديه قدرة محتملة على منع حدوث السرطانات أو وقف انتشارها كالسرطان الثدي والكبد المعدة والسرطان الغدد اللينفاوية أما الحمل فهو إحدى فوائد العنب الأخضر أن تناوله يزود المرء الحامل بالعديد من العناصر الهامة لحدوث التغيرات البيلولوجية خلال الحمل والوقاية من الالتهابات من أهم هذه العناصر الفيتامين جيم والألياف مضادات الأكسادة حمض الفوليك الأحماض العضوية الإمساك فمن فوائد العنب الأخضر أن تناوله قد يساعد على تخلص من الإمساك لأنه غني بالماء والألياف الحفاظ على صحة العين يسهم العنب في الحفاظ على صحة العين نظراً لاحتوائه على مضادات الأكسادة مثل اللوتين حب الشباب حيث دعت دراسة مخبرية إلى أن العنب من الممكن أن يساعد على معالجة حب الشباب نظراً لاحتوائه على الرسفيرتارول تنظيم الوزن إذا كنت تتبع حمية غذائية لتنظيم الوزن فإن العنب الأخضر كغيره من الفاكهة مصدر معتدل للسعرات الحرارية حيث أن الكوب الواحد من العنب الأخضر يحتوي على ما يقارب 104 سعرات حرارية لحنروح لمساحتنا الختامية ونحكي فيها لليوم عن عالم التصميم الداخلي والديكور بفترة الماضية تصدر المشهد طبعاً التصميم الداخلية والديكورات الحديثة هلأ عم نشوف عن جديد رجعة البساطة وأيضاً الألوان خلينا نقول الألوان الدرجة أصبحت مختلفة عن وأيضاً اختفى شوي الخشب من المشهد تماماً اليوم لمسة البساطة بالتصاميم الداخلية والإبداع وأيضاً الرقي جعل المعدن يحتل دائماً الصدارة لكن اليوم قيمت فينا نستخدم المعدن بالتصاميم الداخلية وضمن الديكور الداخلي وأيضاً في الأثاث المنزلي وهل هو فعلاً الأكثر تحملاً؟ وكيف فينا نستخدمه؟ كثير أسئلة رح يجاوبنا علي ضيفنا اللي صار معنا بالستوديو مهندس الديكور نواري الحموي صباحك 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 صباح وخير أهلا وسهلا فيك تمام الحمد لله خلينا نبلش مع حضرتك اليوم عم نشوف عودة المعدن من جديد لتصدر مشهد الديكورات الداخلية خلينا نتعرف أكتر شو ليش رجع يعني نحنا بنعرف مرأة فترة تعدوا راحوا على الحجر راحوا على الخشب أول شي شكراً لكم السبب أنه خطوط الموديرن فرضت أنه الخطوط البسيطة تكون موجودة المعدن أسهل شي يشغل فيه بالخطوط الأفوقية الأفوقية واللي فيها شوية أنحناء لهيك إجا المعدن بصلابته وبعدين هو صار تريند يعني بتغطيسه بالدهب باللون الأسود تبعه اللون الرمادي الأبيض والناس الميالي للنمط الموديرن صارت بعيدة عن الحفر بعيدة عن الكابيتوني بعيدة عن التنجيد بعيدة عن هالقصص ودرجت وسحبت مع المساحات التطويع وحتى خدمة المساحات الصغيرة صارت كتير سهل اتنوعت المواد اللي بيستخدمها بين ألمنيا وبين حديد بين ستانلس بين إنحاس حتى وبتتراوح بين الوزن التقيل والوزن الخفيف فكل هالشي خلاه أنه هو كتير سهل الاستعمال أي حدا فيه يعملوا أي حدات فيه يعملنا التايبل الطاولات الكراسي البسيطة اللي هي عبارة عن خطوط مستقيمي ما بدأ حفر ما بدأ أنحناء ما بدأ شي بكفت تعملي قالب معدني شوي يكون خطوطه بسيطة ومتناسقة ونسبة حلوة ينبخ بشكل كواليتي مرتبة لحتى يعطيكي هالنمط الموديرن يعني الخطوط البسيطة مثل هلا أنتنا عنا هون بالستوديو في ورانا المعدن ومدخلوا شوي تخشب طالع حلو لأنه بخوا نضيف الموديرن صار ما بقى ما يطلب من البيوت يكون فيها حفر يكون فيها كتير شغل صعب فلهيك إجا المعدن تمام بهذا الصعب صدر إشياء بسيطة طب اليوم المعدن الأكثر استخداما أو اللي هي فينا إلا تريند اليوم والمطلوبة أكتر بالتصاميم الداخلية نعم الانحاس اللي كل واحد وشو الميزي والسيئة طبعا الانحاس وزنه تقيل كلفته غالي كتير بس هو من أحلى المعدن اللي بتعطي شغل حلو ومرتب الحديد بيتراوح سماكاته بين المقاطع اللي هي بيستخدمها وكمان فينا نحدد الوزن تبعه وكمان مطوع لكل الألوان يعني أنا الحديد الحلو فيه أني أنا فيني بخه بكل الألوان وبيتغطس بمغطس حراري بحيث أنا طيلع منه الدهبي اللميع مثل المراي يطلع وفيه عنا كمان الستانلس هدولي أكتر شيء في الألمنيا والألمنيا أخفها شيء أخفها وزن بس مطوعية الحديد أكتر وأمكان لهيك العالم تستخدم طيب وحضرتك عم تحكي عم تشوف بعض الصور من التصاميم الداخلية يعني تعتمد يعني قطع معينة إذن تبهتك في الخطوط كلها بسيطة خطوط بسيطة خلينا نحكي كمان اليوم على يعني مثل ما بيقولوا هو معدن صلب ومطوع ولكن بنفس الوقت فيه ناس بتخافه من التقل فهل هو يعني عم بيكون عم بيتقل الديكور أو لا بالعكس تقله كوزن كوزن تماما يعني الخشب البعض منه كان يعتبروا أنه هو مادة خفيفة بسيطة ومتل ما بيقولوا تنجيده وتغييره أسهل من المعدن هل هذا الشي بينطبق هلأ أولاً نحن عم نستخدمه بطريقة معينة حتى ممكن ينعاد إعادة استخدامه أو فينا نغير من شكله أو شيء لا يعني لا استغناء عن الخشب لا استغناء عن الخشب بالنهاية وتمازج المعدن والخشب مع بعضه عم يعطلوا شكل حلو يعني نلاقي تيبل الإجرين تبعوتها معدن السطح تبعهم كما عم نخلص بالصور ممكن يكون خشب وممكن يكون حتى بلور بشكل حلو الوزن التقيل هو لأنه أرخص مادي لإستخدام المعدن هي الحديد الحديد وزنه تقيل والنحاس غالي كتير كمان وزنه تقيل وغير متوفاري فلهيك نحن نخاف من الوزن لأنه اللي أكتر شي عم نستخدمه هو الحديد والحديد وزنه تقيل بس عم يعملوا له مقاطع كتير تكون رقيقة منس ميكي كتير بحيث يتغلبوا على هذا الموضوع هذا أما إذا بدي أعمل نفس المقطع الحديد إنحاس أو بدي يسموه كتير وزنه كتير تقيل ما فيها ست البيت تشيل الطاولة أو تشيل أي شغلة لحتى استخدامها بس أنا برجع بكرر لا غنى عن الخشب تمازجه مع المعدن عم يعطي كتير شغل حلو بس إذا كان مشغول بحرافية وبإشراف مهندسين طب اليوم الأخطاء اللي ممكن يقع فيها مهندسي ديكور في التصاميم الداخلية وخصوصا باستخدام المعادن بهي التصاميم أو ممكن هاي الأخطاء ممكن يلاحظها لضيوف أو أحد مهندسي ديكور تلحيم القطع يعني تلحيم المقاطع للمعدن مع بعضها هي أكتر مشكلة ممكن تفضح شغل المان ومرتب لهيك بس يمر بمرحلة الحف يعني أنا بدي إلحم قطعتين مع بعضهم هالمنطقة الزاوية هاي وقتها اللي بيكون الحرة فيه بعد ما يمعجنها يحفها ويتركها يرجع يمعجن يرجع لحتى تكون مبين شقفي وحدة هاي من الأخطاء الجماليا بشعة في الأخطاء كمان أنه أنا ما أعزله العزل بالبلوريتان أو بأي مادة عزل هالشي ممكن يخلي الرطوبة تفوت لجواته جماليته بعد فترة بتصير يعني فرضا أنا إذا حديد مغطسه حراري وما نعازله أو ما نعازله بشكل صح تارك محلات سقوة يفوت منها الرطوبة هالشي ممكن يخلي يصير لونه أخضر يصير يخلينا نسميه مثل يجنزر أو هيك شي اللون تبعه يصير هذا الخطأ ممكن يخلينا نضطر نرجع نكحته نرجع نبعاته لا يتغطأ سيرجعين بخ فهذه المشكلة إذا إحنا منضطرين نستخدم العازل قبل ما نبخ البخ النهائي لأن العازل هو الأساس هاي تقنيا جماليا الحف وتماجن مكان الالتقاء هو اللي بيخلي المقاطع تبين حلو يعني حضرتك يعني جاوبت كمان على تفصيلك رح أسأل عنا اللي هي عوامل الرطوبة وتأثير مع الزمن طيب خلينا نروح لشي تاني اليوم أكثر الاستخدامات حاليا اللي عم بنشوفها للمعادن ضمن الديكور يعني هل هي عم تكون بالإكسسوارات مثلا أنا رح لك أعمل شي معين أعمل أكثر شي برزة المعادن كمان للديكور للخارجي يعني بالشالهات مثلا أو بالمصايف لأنه الخشب مهما انصار ومهما عزلته إلا ما يتأثر بعواملته أما المعادن عزله أسهل تأثره بعوامل الرطوبة والشتي والرياح والقصص هدول أخف بكتير ومهما تأثر ما بيفقد جماليته أما الخشب ممكن ينفوش ممكن يأشور ممكن يصير عليه أي شيء إذا نحن بلش استخدامه للمعدن كمادي خارجي حتى إذا تنتبهي حتى درجة مقابض البواب صاروا عم يتفننوا فيها كتير وأنا واحد منهم بعمل مقابض البواب بشكل كتير حلو ممكن ما يكون المقبض مجرد هذا الدائرة أو العادي لا لا صارت الأمور أبعد من هيك بكتير لماذا نستخدم المقبض معدن إلى أنه فيه الباب عم يخبط كتير كتير إذا خشب ينكسر أما إجا المعدن على فكرة أنا حاب ألفت نظركم لشغلي في مقاطع بالمعدن سماك تقليلي بيسموها مثل الصاج هي هي مطوعة لعمل السي أنسي هي مكينة الحفر بحيث أنا حتى فيني أعمل أي شيء بالحديد بمقاطع خفيفة ريشة السي أنسي ممكن تحفر لي اللي بديها فيه أي شكل بكون راسمه على برنامج الأوتوكاد بحوله على المكينة المكينة بتحفر لي الصاج كلفته قليلة بينبخ بشكل حلو بنعمل بره بالبيرغولا الخارجية بالشالهات الشمسية حلوة بتعطي الزلال كتير حلوة أحسن ما أنا أعملها خشب وبعد فترة أرجع أضطر إني أرجع بخ أرجع إقشور أرجع تخرى بينتزع شكله الحديد مطوع أكتر للشغلة الخارجية داخلي طاولات كراسي موديرن عم يعملوا مثل هوني هالشكل اللي عندنا يا هون الرفوف تطعيم الديكورات خشب ومعدن مع بعضهم عم يطلع حلوة أزاز التريات التريات كتير انتشر فيها شغل الألمنيوم والمعدن ومقابض البعض والمطابخ تير عم نعمل فيه طب ذكرت حضرتك أنه الخشب أكتر تأثرا مثل ما منعرفين نحن بعوامل الرطوبة بالمي بأي شيء هل هذا الشيء ممكن ينطبق على المعدن؟ ذكرت أنه هو أكتر تحملنا وعم تستخدمه بالتصاميم الخارجية لكن هل في أنواع معادن اليوم تتأثر حتى ممكن بأدوات معينة من التنظيف أو المي ممكن تستخدمها اليوم السيدة بالمنزل أو طريقة التنظيف الخاطئة أو يمكن المواد اللي بتستخدمها لتنظيف هاي المعادن؟ ها مشين بعد عن الحموض فيه أما التنظيف فهو بيصير بشأفة مادي أطنية يعني خلينا سميان منشفة أو قطعة أطنية مع شوية ميفاترة وشوية مسحوء غسيل العادي أو مادة جلي وبس هيك ما بده أكتر من هيك وبيعطي اللمعة نفس اللي بعد ما خلصنا عملاً بيضل المحافظ على هاي المسي بس أهم شغلي التطبيع الإيدين هو اللي بيبيان كتير لهيك التمسيح الضروري دائماً بس كونه هو مادة يعني كونه الخطوط تبعيته كتير مستقيمة كتير فما بيعزب بالتنظيف أبداً غير الحفر بس يتعشي فيه الغبرة أو تحشي فيه الغبرة بصير تنظيف وصعب وفوراً بتبين الغبرة فيه المعدن أريح بكتير بس ما فينا ننكر جمالية حفرات الخشاب وتطويعه للشغل أكيد أكيد طيب خلينا نحكي عن فكرة كمان مهمة اليوم كتير من الناس صارت تروح لأساس متعددة الاستعمال وهلأ أصلاً عم نشوف كمان المعدن عم يدخل بهذا الشيء مع الخشب يعني بره كتير عم يستخدموه إن كان بالمكاتب إن كان بالطاولات المنزلية اللي بتنضب ولكن البعض بيقول إنه المعدن ممكن يكون كتير مفيد بهذا الشيء شو وجهة نظرك بالموضوع؟ مفيد بتعدد الاستخدام إذا عمل بشكل يكون يعني ممكن إحنا الطاولة نقلبها تصير كرسي أو الكرسي تصير بعد استخدام الايه؟ أما استخدام يعني إعادة إنت بدأ نشوفه رائج عنه يعني نحن اليوم عم نعاني من مشاكل اقتصادية فاليوم مثلاً اللي عنده بده يأسس بيت جديد أفضله إنه ياخد مثلاً قطعة هي تستخدم استخدامين صحيح أو لا؟ صح الحكي يعني اليوم عم نحكي عم نحكي عن مساحات ضيقة أوقات كمان هذا النوع من الأساس بيوفر مساحة للأشخاص إذا يعني بيته صغير يعني فإمتى رح نشوفه دارج أكتر اليوم هذا النوع منه؟ الطواعي اللي حضرتك عم تحكي عنها اللي هي مثلاً قلب الطاولة لحتى تصير كرسي أو كذا كنا باية تصير تخدتها اللي عم نشوف شغلات يعني مواقع الأجنبية وبالذات اللي بشرق آسيا يعني يابان والصين عم نعملوا أفكار جداً جميلة بس نحنا ما عم نشوفها عنه نحنا أكثر حاجة إلى اليوم صح طالما نحنا وصلنا لحتى انتشار المعدن عنا ببلدنا فهالخطوة صارت قريبة كتير يعني بالأشهر أو ما أكتر من هيك بس الشغل اللي خليته رائج الحرفيين اللي عنا أبضايات عم يعملوا شي مرتب الحدادين خلينا نوجه لهم أكتر يعني التأشير لإلون البخ طالما نحنا الألوان ما دخلت بالمغطس الدهبي البخ سهل وكلفته قليلي متى ما اتجهنا أنا بدي بخها الطاولة تصير دهبية لميعة مثل المراي اتجهنا لكلف عالي طالما نحنا ما عم نشتغل بأستاذنا عم نشتغل بالرمادي عم نشتغل بالأسود بالأبيض بالمد بالشكل الألوان العادية اللي ما بدي أسقل لحتى تصير مثل الدهبية المراي الألوان هاي بتخلينا نعطي تكاليف مانع عالي كتير فلهيك بصير رائش أكتر أما الاتجاه لحتى فنحنا بيكون فيه مثل خط إنتاج منشان تقلب الكرسي تصير طاولي أو كذا وما بعتقد نحنا بعاد أبدا عنه إن شاء الله طب اليوم بالنسبة لطاولة السفرة دائما المعروف أو الشكل العام لإلهية بتكون كلها خشب الكراسي والطاولة اليوم خلط الحديد أو المعدن مع الخشب قديش ممكن يكون حلو أو بالنسبة إليك أنت كيف تشوفه أنا باستخدامه أنا بالنسبة لأقلي المعدن أنا كنت من الناس الكتير قبل استخدامته يعني وكتير ستشغلت فيه بحب مسج العناصري ماو بس خشب ومعدن خشب ومعدن وإزاز مع بعضهم حتى التنجيل بحب هل دمج بياتي جامعليا وخليني يقلك شغله هي متريك قدعة وقت الانتشر النمط المدير سهل للمهنسين أنه نحن نستعين بالمعدن لحتى ندخله ضمن الفرنيتشرز تبعنا وما حدا يقلنا أنه شغلة مانة كتير حلوة لأنه صار تريند يعني المعدن صار تريند فتدخيله مع الخشب عم بيكون مبرر وعم يعطي أنه شغلة حلوة بس بتجي بقى الخطوط نسب الخطوط نسب الارتفاعات نسب الأبعاد مع بعضها قديش كمية المعدن نسبة مع الخشب هذي اللي بتميز كل إنسان عن التاني قديش قطعته اللي عم يعطيها أحلى أكيد كمان أستاذ نوار يعني أنت معروف عنك كسر النمطية يعني اليوم بالديكورات اللي بتعملها دائما بتروح لأي شي الناس متعودين عليه لأ تعطيهم وجهة نظر جديدة تعودنا غرف النوم خشب صح والموديلات اللي تقيلة ولازم يكون فخمة وزان وحفر وما إلى ذلك مع أنه حاليا الاتجاه كله للشي البسيط الخزان اللي بيقلب الحيط مثل ما بيقولوا هاي التفاصيل المعدن اليوم بلش يقتحم غرف النوم صح ولا لسه بعيد مثلا التابوريلي تحت التاخت عم تكون معدن الخزاني عم بيكون الجزء مننا معدن ومبرر هالشي عم يعطي شكل حلو أنا في مرة زبوني إجت لعندي مؤخرا قلت لأستاذ نوار أنا بدي غرف النوم تبعيتي تكون مثل غرف الأوتيل يعني بديها كتير بسيطة الناس صارت حتى ضمن بيوتها عم تطلوا بتكون الغرف من أبسط ما يكون لسهولة التنظيف سهولة التعامل معها وطلبت مني شغلة أن تكون كلها عالية عن الأرض والمعدن بيحقق لي هالشي تثبيته بالحيطان متين يعني أنا اتخذ فيني استناده يكون بسيط كتير طالما الجوانب تبعيته أنا بسبتي على الحيطان هذا ليش؟ لأنه البرغي علاقته مع المعدن أقوى من علاقته مع الخشب لأنه الخشب ممكن يحن أما المعدن لا فعلاقة قاسي المعدن ما بيحن قلبه أبدا أبدا جواته القصة خلقت الله فلا بقوة بس مع تتبيع الألوان مع بقية العناصر الموجودة بالغرف الخشب أو التنجيد أو هالشي يعني نحن بدنا ندخل المعدن بالغرف بلا ما يبين فج بلا ما يبين رخيص بلا ما يبين أنه هو بر الجو كله لهيك اللمسات بدأت تكون مدروسي شوي طب بالنسبة للألوان ذكرت حضرتك الألوان اليوم كيف بتختار الألوان هلا اليوم في أشخاص هنهم بيحبوا هذا اللون المعين ممكن وجهة نظرك أنت تشوف ديكور المنزل أو ألوان الحيطان ما بتتناسب مع هذا الشي اللي هنا في الدنيا كيف بيكون رأيك بهذا الشي وكيف بتتعدل الألوان لا تتناسب مع رأي الشخص وأيضا مع ديكور المنزل رأي الشخص أحيانا كتير بيكون مهمه أحيانا بيكون هو ناطرك لحتى تكسري له رأيه هنا أحيانا بيجي لعنديك شخص بدي طاولي كذا وكذا وكذا بتاخدي رأيه بيقول له أنا بيحترمه ممكن تقدمي له شي عكس كل شي هو عم بيفكر فيه أقول لا هيك أحيانه الألوان طالما نحن المعدن عندنا صار ممكن ينبخ بكل الألوان أنا الخيارات الدائمي عفتوحيني بتبعه للتنجير بتبعه لورق الجدران بتبعه للإزاز الموجود للبواب لأي شي فطالما أنا حريت البخ عندي للمعدن صارت موجودة بكسرة أنا الأمور عندي كتير سهلة وممكن أخلق أي فرق الأبيض ممكن أنا إذا الغرفي ديء أو بدي خلي المجال يكون واسع عندي الاسبيس يبين أوسع أنا المعدن عندي مطوعة لحتى بخه أبيض طالما معجن صح ومعزول صح وممكن أعطي لمعة كمان طالما أنا الخيارات البخ عندي للمعدن مفتوحة أنا أي فراغ ممكن أتعامل معه بأي أريحية بس أنا من الناس اللي بحب تعامل المعدن الرمادي مع الخشب اللون الجوزي وبحب تطعيمات الدهبي بس أكي واليوم عم نشوف هاي اللمسة المميزة حضرتك يعني بنعرف لما بيكون مهندس الديكور مهندس مع ماري بيختلف الموضوع وبيحب يدخل بهاي ممكن المعدن بيساعدكم أكتر بالخطوط مثل ما حضرتك بالبساطة بالبساطة شكراً كتير لك أكساس نوار وجودك معنا أنا بتشرف دائم أكيد شكراً لحضورك معنا أكيد ومتمنى لك التوفيق دائم وأنا شكراً لكم وصلنا يا ليلى لختام حلقتنا لليوم كما عمان وصلنا على ختام حلقتنا لليوم أكيد يتشكرك يا ثلما وتشكر كل الكادر الفني اللي كان مرافقنا بالكنترول وأيضاً بالستوديو وكل الأشخاص اللي عم يحضرونا بتمنى لكم بقية تنهار حلو مثل ما بتحبوا أكيد بدي نوه على شغل اليوم نحن على موعد مع امتحانات أو نتائج الامتحانات الشهادات الأعدادية اليوم كتير من الشائعات اللي عم نسمع على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم عم تعمل توتر وقلق للأهل وأيضاً مبارح وزارة التربية نوهت عبر صفحتها أنه ما فيه أي شيء من الشائعات اللي عم تسمعوها أو عم بتشوفوها على وسائل التواصل الاجتماعي ورح يتم الإعلان عن النتائج قبل 48 ساعة أكيد نحن منتمنى التوفيق لكل الطلاب وما فيه دعي للقلق والتوتر وأكيد من الأهل اليوم أدمى فيكم نخففوا عن حالكم وعن ولادكم اليوم النتيجة اللي هنون رح ياخدوها نتيجة التعب أكيد قدر الله يعني اليوم كل حدا سلمة بيحصد نتيجة التعب أو هاي قدرته والساتة هي مرحلة ليست مرحلة فاصلة هي مرحلة جزئية يعني اليوم يضغطوا على يمكن هنون معهم حق بس عم يوتروا حالهم وعم يوتروا الطالب حتى هي المرحلة كتير صعبة بالنسبة لألون وخصصا مثل ما عمل لكن الشائعات اللي عم بيسوهم أنا دائما بقول هي مانا نهاية الكون دائما فيه فرصة واحد واثنين وثلاثة وعم نشوف أشخاص متميزين حتى لو كان تخصصهم العلمي مو بدرجات عالية أيضا كمان نحن على موعد مع نتائج انتخابات طبعا الدور الرابع التشريعي لمجلس الشعب اليوم الساعة 12 رح يكون فيه مؤتمر لإعلان النتائج بعد يومين من تأجيلها لإعادتها ببعض المحافظات السورية التي لاحظوا فيها بعض المشاكل ونحن مع ختام اليوم رح نكون بكرة معكم بحلقة خاصة بيست اوف لأهم المحطات وبالنهاية رح أخذ من أحد ضيوفنا جملة مهمة اليوم ما تكون عم بتقلت حدا كون انت نفسك انت البصمة الخاصة بنفسك لأنه بالنهاية بصمتك هي هويتك اللي رح تبقى معك وأكيد ما في حدا بيقدر يكون تبقى الأصل عن شخص تاني تضلوا بألف خير باي باي